مع منتخب مصر ولكن منتخب مصر الأول في هذه الفقرة في حاجات كده اللي هي من نوعية ايه؟ تعالوا نعمل دوشة جنب المنتخب تعالوا نعمل شوشرة تعالوا نعمل أي إشاعة تعالوا نعمل أي حكاية تعالوا نعمل أي قصة بدون داعي وبدون لازمة من كم يوم كده اتقال إنه محمود متولي أصلاً رايح منتخب مصر الأول مصابه مع التأريب بتاعه ورغم كده منتخب مصر أو الموديل الفني فيتوريا نزله التدريبات عشان كده الإصابة تفاقمت أو ما قدرش يبقى موجود كلام ده مش موجود كلام ده مش حقيقي مفيش كلام ده كلام ده قالوا إنه منتخب مصر عارف إنه فيه إصابة دي محمود متولي ومفيش أي أزمة وبالتالي اللاعب مش موجود مع منتخب مصر ومفيش قصة ومفيش أزمة ومفيش حوار كلام ده ما حصلش أصلاً قبل كده ولا بعد كده ولا أصلاً منتخب مصر هينزل لعي مصاب بالتدريبات في أي وقت ملاقوات أو أي معسكر من المعسكرات ولا هيحصل في معسكرات سابقة ولا معسكرات لاحقة كلام ده يا جماعة مش موزون كلام ده مش كلام ناس عقلين مش كلام حقيقي ومش كلام صحيح فأكيد محمود متولي كان جاي سليم المنتخب وأكيد محمود متولي لو كان مع أي حاجة تثبت أنه هو مصاب كانش عينزل لتدريبات وأنا كمنتخب مصر أكيد مش عايز اللاعب يتأذي تما هو لو مصاب ونزل ولو نزل للتدريبات وأصيب تما هو يعني مانر خسران برضو كمنتخب يعني ليه مش فاهمين أن كلها مصلحة واحدة الأهل هي مصلحته أنه لعيبته تبقى موجودة في المنتخب والمنتخب مصلحته أن لعيبة النادي الأهل يبقى سلام ولعيبة الزمالك سلام ولعيبة الإسماعيلي سلام ولعيبة براميد سلام مين هيبعايز لعب يصاب مين وليه أنا معلش يعني مهو برضو لو إحنا عندنا ماتش حاسم ماتش كبير ماتش في نهاية كأس الأهم الأفريقية ماتش في آخر تصفيات كأس العالم وخلاص أنا مبيتش يعني ما عنديش فرصة تاني غير اللاعب دوت إن أنا لعبه فدست عليه شوية عشان يلعب بس اللي ده مو معسكر إعداد بسيط سهل مفوش أي مشكلة إلا هيخلينها لعب لعب مصاب أو نزله التدريبات هل ده كلام يخش العقل يا جماعة فيه نقطة مهمة حلو جدا إنه أي مشجع لأي نادي يحب فريقه حب مش طبيعي ويخاف على فريقه ويخاف على لعبة فريقه بس ما هو برضو برضو ده منتخب بلدك فما ينفعش بقى تقعد تطلع إشعاة أصلا منتخب خد اللاعب بتاعي وجاب له أصابة اللاعب بتاعك مين ده لعب منتخب مصري في الأصل في الأصل هو لعب منتخب مصري بقى كده لعب أهلي ولعب زمالك ولعب أي نادي في الدنيا فهذا كلم ما يخشش دماغ ناس عقلين ببساطة يعني ترجمة نانسي قنقر